تخيل أنك على مدن طائرة وفجأة تشعر باهتزاز وتنظر خارج النافذة ولا ترى أي شيء يحدث لكن الطائرة ما زالت تهتز بك وببقية المسافرين لأنها تمر عبر مطب هوائي في الجو رغم أن السماعها لا يشعرك بالطمأنينة لكن هذه الظاهرة تعد من أكثر الغاز الفيزيائي شيوع فبعد دراسة المطبات الجوية لأكثر من قرن توصلنا إلى بعض الإجابات حول ألية عملها وكيف تؤثر على العالم من حولنا مع أن هذه الاضطرابات هي أمر شائع فهي تظهر في أي نظام يحوي موائع متحركة ويشمل ذلك تدفق الهواء في جهازك التنفسي وتدفق الدم في أوعياتك الدموية والقهوة التي تحركها في الفنجان حتى الغيوم تخضع للاضطرابات وكذلك الأمواج التي تنكسر على الشاطئ وعواصف الابلازمة في شمسنا إن استيعاب ألية عمل هذه الظاهرة سينعكس على جوانب عديدة في حياتنا إليك ما نعرفه حتى الآن لدى الغازات والسوائل نوعان من الحركة عدداً الجريان الصفائحي ويتميز بالاستقرار والسلاسة والجريان المضطرب والذي يتشكل من دوامات عشوائية لحد ما تخيل عوداً من البخور الجريان الصفائحي للدخان الأملسي في الأسفل يكون منتظماً وسهل التنبؤ لكن كلما اتجهنا نحو الأعلى يبدأ الدخان في التسارع ويفقد استقراره ويصبح نمط الحركة أشبه بالفوضى كان هذا مثالاً عملياً عن المطب الهوائي وتشترك الجريانات المضطربة عموماً بخصائص معينة أولاً الاضطراب يكون دوماً فوضوياً وهذا أمر مختلف عن العشوائية لكن يعني عوضاً عن ذلك بأن الاضطراب حساس جداً لأي تدخل دفعة صغيرة من أي اتجاه كان ستغير الناتج النهائي تماماً وهو ما يجعل التنبؤ بما سيحدث مستحيلاً حتى لو توافرت لدينا معلومات كثيرة عن الوضع الحالي للنظام سمة أخرى هامة عن الاضطراب هي اختلاف مقييس الحركة التي تظهرها هذه التيارات لدى التدفقات المضطربة العديد من الالتفافات من مختلف الأحجام ويطلق عليها الدوامات وهي دوامات من مختلف الأشكال والأحجام وجميع هذه الدوامات ذات الأحجام المتنوعة تتفاعل مع بعضها البعض وتتفكك لتصبح أصغر فأصغر إلى أن تتحول الحركة بأكملها إلى طاقة حرارية في عمليتين تسمى سلسلة الطاقة وبهذا نستطيع تمييز الاضطراب لكن ما الذي يؤدي لحدوثه؟ لكل سائل متحرك أو غاز هناك طاقتان متعاكستان القصور الذاتي واللزوجة القصور الذاتي هو قابلية السوائل للاستمرار بالحركة وهي ما يسبب عدم الاستقرار أما اللزوجة فهي تعاكس التفكك دافعة التيار ليكون صفيحياً في السوائل الكثيفة كالعسل مثلاً تكون الكفة دائماً من نصيب اللزوجة أما في المواد الأقل لزوجة كالماء والهواء فهي تميل أكثر للعطالة وهو ما يعزز الاختلال والذي يتطور بدوره إلى الطراب نقوم بحساب موقع الجريان في سلسلة الطاقة باستخدام شيء يدعى رقم رينولد وهي النسبة بين عطالة الجريان ورزوجته كلما ارتفع رقم رينولد كلما زاد احتمال حدوث الاطراب فمثلاً صب العسل في كأس تصل قيمة رينولد الخاصة به لواحد تقريباً وبالمقابل فإن العينة نفسها من الماء تتمتع بقيمة رينولد تصل إلى عشرة ألاف تساعد قيمة رينولد على فهم السيناريوهات البسيطة لكنها للأسف غير فعالة في العديد من الحالات على سبيل المثال فإن حراكة الجو تتأثر بشدة بعوامل كالجاذبية ودوران الأرض أو أشياء أبسطة نوعاً ما كالاحتكاك بأسطح الأبنية والسيارات وبفضل الأدلة والتجارب العملية أصبح بإمكاننا نمذجة هذه الحوادث لكن يسع علماء الفيزياء للتنبؤ بها باستخدام قوانين ومعادلات فيزيائية تماماً كما نقوم بنمذجة مدارات الكواكب أو المجالات الكارومغناطيسية يعتقد معظم العلماء أننا سنحقق هذا بالاعتماد على الإحصائيات والقدرات الحاسوبية المتزايدة حيث يمكن لعمليات محاكاة الكمبيوتر فائقة السرع لجريان المضطرب أن تساعدنا في التعرف على أنماط يمكن أن تقود لنظرية والتي ستجمع وتنظم توقعاتنا في مختلف الحالات بينما يعتقد علماء وآخرون أن الظاهرة معقدة جداً مما يجعل وجود نظرية وحيدة متكاملة كهذه أمراً مستحيلاً لكننا نأمل أن نصل إلى اكتشاف جديد لأن الفهم التام للإضطرابات سيكون له تأثير إيجابية عظيم وهذا يشمل مزارع رياح أكثر كفاءة والقدرة على الاستعداد بشكل أفضل للكوارث الجوية أو حتى القدرة على التلعب بالأعصير وتجنبها وبالطبع رحلات أكثر سلاسة لملايين المسافرين جواً ألست مستعداً للعودة إلى الأرض؟ استمر في استكشاف علم وفلسفة وغموض الكون في سويس داش ايد دوت ارغ اشتركوا في القناة